قراءة صورة الفاتحة الفاتحة هي السبع المثاني من أعظم الصور في القرآن هذه الصورة التي شرع ربنا سبحانه وتعالى للعبد أن يقرأها في كل صلاة عندما يقف بينينا ربه سبحانه وتعالى لا بد أن يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها الصورة والفاتحة ركم من أركان الصلاة إذا لم يأتي بها العبد بطلت صلاته وينبغي عليه أن يأتي بركعات ليرقع ذهاب الفاتحة ثم يسجد سجدتين إذن الفاتحة يعني ركم من أركان الصلاة علم كذلك كما قلنا إبليس عظامها وأن أمرها عظيم في الصلاة وأن العبد لا يمكن أن تكون صلاة صالحة دون أن يأتي بالفاتحة فركز وسواسه على المريض وركز عليه تركيزا شديدا في أن هذه الصورة ما دامت بهذا العظم وما دامت بهذه الأهمية حاول مرارا وتكرارا أن يدخل الإنسان في ذلك النفق المظلم كالنفق الذي أدخلك فيه في النية وتكبيرة الإحرام فيأتي إلى العبد فيجعله أحيانا يكرر الفاتحة أكثر من مرتين وثلاث النس تدخلو تكبرو تقرأوا الفاتحة مرة واحدة ثم بعدها يقرؤون الصورة الموسوس يقرأوها أكثر من ثلاث وأربع وخمس إلى ما لا نهاية أحيانا وكيركع الإمام وتتمشي عليه الصورة هو وقع في المحضور الذي لا ينبغي أن لا يقع فيه وهو مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم بتكرار الفاتحة ثم مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم بضياع الصورة التي تأتي بعد الفاتحة إذن كما قلنا في النية والتكبير ينبغي عليك أن تطبق تلك القواعد على صورة الفاتحة تأتي إلى الصلاة تكبرت كبيرا هادئا تسمع به نفسك ثم تقرأ الفاتحة قراءة واحدة لا تعيد أي كلمة ولا أي حرف بعض الناس الذين يعيشون مع الوسواس يأتيهم الشيطان في كلمات في الفاتحة ثم يقول له مثلا صراطة رخصك تقراها بهذه الطريقة لأن الأئمة الكبار قرأوها بهذه الطريقة وإن لم تنطق مثلا الصاد بهذه الطريقة وهو مأموم أو ليصلي صلاة يعني ليست من الصلاوات الجهرية صلاة سرية ويقول له رخصك يعني ما خارج الحروف تكون مضبوطة تنطع غريب وحجيب يعيش فيه الموسوس بالفاتحة إذا كنت مأموما وكان الإمام يقرأ أنت تسمع في الظاهر من أقوال أهل العلم لأن صلاة الإمام صلاة لك وقراءة الإمام قراءة لك فتسمع كما قال ربنا سبحانه وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصيته أرى شرعت كذلك في الصلاة عندما يقرأوا الإمام يعني تسمع سواء الفاتحة أو في غيرها وهناك من أهل العلم من قال أنك تقرأ الفاتحة وراء الإمام وإن كانت في الجهرية المهم أنك لا تعيد ولا تكرر الكلمات ولا تتنطع في الحروف القاعدة التي تحدثنا عنها أن الأمر ليس مشروعا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هدي الصحابة وأنه وسواس من الشيطان فيه تنطع زائد وفيه احتياط لم يكن على أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطبق عليه القواعد هكذا بهذا الترتيب ثم تأتي إلى قواعد معالجة الوسواس فتنتهي من هذا الأمر وتعلم علم اليقين أيها الأخ الكريم أنك بهذه الطريقة التي تصلي بها أو تقرأ بها الفاتحة إنما تؤذي نفسك ابتداء وتضيع خيرا عظيما في هذه الصلاة لأن الصلاة إذا لم تكن فيها راحة وسكينة فقد ضيعت أعظم ما في الصلاة كما ذكرنا وهو هذا الخشوع وهذه الطمأنين وهذه الراحة التي في الصلاة والشيطان يريد منك هذا يريد أن يضيع عليك الأجر يريد أن يضيع عليك الخير يريدك أن تبقى مع أمور شكلية ليست من جوهر الصلاة ويضيع عليك أعظم ما يوجد في هذه الصلاة والخشوع من أيدي الرحمن سبحانه وتعالى قناة الأنس الفضائية ويحلو الأنس مع قناة الأنس ترجمة نانسي قنقر